يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جينين ليحول المدينة الواقعة بالضفة الغربية ومخيمها الى ما يشبه ساحة حرب في حملته المتواصلة منذ ايام على جينين يخالف الاحتلال دمرا كبيرا في المباني والمحلات بخلاف العدد الكبيرة من الشهداء والمتقلين وينفذ الجيش الاسرائيلي عملية دهم متكرر على مدينة جينين ومخيمها بداعي ملاحقة مطلوبين يتهمهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد اهدف اسرائيلية الوضع الصحي في مستشفيات محافظة جينين اصبح صعبا للغاية حيث تتعرض المستشفيات لهجمة شرسة من قوات الاحتلال الاسرائيلي التي تحصرها وتعرق الوصول الجرحة اليها وتقوم بتفتيش واعتقال كوادر عاملة فيها كما تعتدي على مركبة الاسعاف وتطلق النار عليها وتقوم بتفتيشها وعرقلة حركتها وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في التوترات منذ تصعيد الاحتلال الاسرائيلي اودوانه على غزاف السبع من اكتوبر واقتحمت القوات الاسرائيلية مناطق اخرى في الضفة الغربية ودهمت بلدات في نابلس والخليل واطراف مخيم قلندية وبلدة كفر عقب واريحة واعتقلت عددا من الفلسطينيين